استهداف القواعد العسكرية الأمريكية بصواريخ باليستية إيرانية الصنع سيشغل الاستراتيجيات الحربية إلى أمد غير منظور بشأن القدرة على تخطي رادارات التقنية الأمريكية ومنظومة الردع الصاروخية وغيرها كثير كواقعة الهجوم الياباني على بيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية كسر شوكة أمريكا لتغيير سلوكها مع إيران يبدو أن ترامب يقر بأحقيته قبل الرد وبعده في اعترافه الضمني بقدرة إيران على الرد كحق دولة عظمى إقليمية في الندية والتعامل بالمثل بين الدول العظمى بين جوانب الرد الإيراني المشبع بالرموز الجيوسياسية أن إيران لا تتوقف مليا على مراهنة ترامب في اغتيال الشهيد القائد لتغيير قواعد الاشتباك مثل دعوة بومبيو لأن تصبح إيران دولة عادية كبعض دول الموز المتواعة التابعة لكن الرد الإيراني وتهديد محور المقاومة يدعوان أمريكا لأن تصبح دولة عادية وإن عدتم عدنا أبعد من إحباط مراهنة ترامب على تغيير قواعد الاشتباك ترسم إيران تغيير المعادلات الجيوسياسية في إخلاء المنطقة من القوات الأمريكية والانتقال إلى مرحلة تاريخية جديدة بالكامل كما عبر السيد حسن نصر الله عن تحديد هدف القوى العربية في محور المقاومة الدول الغربية الحليفة لأمريكا كألمانيا وسلوفاكيا وكرواتيا التي تعلن انسحابها تؤشر إلى أن مكابرة فرنسا وبريطانيا هي بمثابة شلل يصيب القارة العجوز لكن الدول العربية التي تشتري وهم الحماية الأمريكية لأمانها من خوف لديها خيار تذوق طعم التحرر لكن المصاب بالاختلال لا يستطيع التفكير والمستعبد لا يجرؤ عليه على ما ينطق بالحكمة أفلاطون